رغم مرور ثلاثة عقود على إنشائها تعاني مناطق رجم حديدة والهبور والهرماتة غربي مدينة الموصلة من تراجع الخدمات الأساسية كشبكات الصرف الصحية والشوارع والمراكز الطبية ما دفع الأهالي إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتوفيرها أخينا نحن محتاجين للشوارع أول شيء الشوارع ثاني شيء هوادي يعني النسوة ما تكتبر نحن ما نقدر نقبر يعني الزراعي يسل للشارع الطابة ما يسل للشارع البلدية يعني ما ما افتحه ما ستسوي لا امجاري لا اشيء طفح الكيل يعني ما ظل بها منعشدة ما خلينها قنوات طلبات على المحافظة ما خلينها ما خلينها أي أسلوب أي طريقة ما 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 ماكو جدوى ماكو جدوى لجنة الخدمات في مجلس محافظة نينوى أرجعت تراجع الخدمات في المناطق الشعبية إلى تلك عمل الدوائر الخدمية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية مؤكدة في الوقت نفسه فتح تحقيق مع الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع ومحاسبة المقصرين حكومات التي توالت على نينوى يعني نعم قدمت ولكن التقديم فقط ظاهريا يعني هناك متنزهات وهناك شوارع وهناك بعض المعالم ولكن لم تمس المواطن بشكل مباشر تقليص حصة محافظة نينوى من الموازنة الاستثمارية إلى نحو 200 مليار دينار أثار مخاوف مجلس المحافظة من تأثر مشاريع يعادة الأمار المتظر إنجازها منذ سنوات الموازنة المحافظات أصلا هي قليلة من الأصل وبالتالي تجي جهة واتقل هذه الموازنة ينعكس سلبا لذلك نضالب الحكومة الاتحادية ومنها وزارة المالية ومن مجلس الوزراء بزيادة الحصة محافظة نينوى من الموازنة كون كثير من المناطق المحافظة دمرت بشكل كامل ويشكل تقليص الموازنة الاستثمارية تحديا كبيرا أمام الحكومة المحلية بنينوى في توفير الخدمات خاصة بعد أن تعاقدت مع شركات لإعادة أعمار البنية التحتية المتضررة من الحرب على تنظيم داعش هيتم أحمد الحرة الموصلة